موسيقى السلام عليكم اتمنى تكونوا باخر و الاخر انتم تشوفوا هذا الفيديو كما شفتم معايا فنحضر اليوم واحد مملاحة اللي ساهلة و بسيطة و ما فيها شب الزف ديال المقادر و ضغية توجد بسرعة ما كتاخد شب الزف ديال الوقت فاول حاجة غامدة بها هي العاجين اللي غنحتاج في المقادر دياله 250 جرام ديال الدقيق الفرس كاز الحليب دافي ربعه المعالقة ديال الزيت نباتية معلقة صغيرة ديال السكر معلقة صغيرة ديال الخميرة حبيبت و معلقة صغيرة ديال الملحة فغدي ناخد واحد البول غدي نوضع فيها الدقيق الفرس و غدا نضيف عليها الخميرة و الملحة و كذلك شوية ديال السكر سنيدة و غد نحركهم زيان نضيف لهم الزيت بشوية بشوية نبسو دقيق في حالة نصوب الحرشة فذلك الزيت تعطي واحد رطوبية للعجينة وكتجي العجينة لينام كتجيش قاسحة ونضيف الحليب بشوية بشوية فهنا انا احتاجت تقريبا واحد الكاس مع مرش ديال الحليب ندهنها بشوية دية الزيت ونبدأ نشكل كويرات متوسطة الحجم على هات الشكل كما كتشوفوا يمكنكم تديروا كويرات كبار او لا صغار فالكريب يجيو صغيرين او متوسطين الحجم يجيو زوينين ثم نكمل كمية العجين نغطيهم ببلاستيك غدائي ونضعهم جانبا بشوية بالنسبة للحشوة فهنا انا كان اعتمد دائما على الخضر فبالنسبة للمقادير ديالها عندي هنا وحجوج ديال الكورجيتات محقوكين كذلك قريعة محقوكة بالصيلة مشلدة شوية ديال او صدر الدجاج يكون متوسط الحجم مع القد الاربع مع القد الهريصة الريس ديال التومة وشوية ديال الزيتون شوية الخيار مخلل والفرماج مربع او فرماج صندويتش من طبيعة الحلم اللي يحاولي بزار هدي ندوز مباشرة غناخد مقلاع العافية تكون مجهدة باش الخضرات مطلقش الماء هدي نوضع فيها الخضرات كلها فهنا غدين نسرع شوية العملية يعني غدين نحاول ندير حشوة كثيرا هدي نوضع الخضر ديالي وغدين خليها تشحر ومن بعد غدين نضيف لهم الربع والثومة وكذلك الهريصة ونضيف شوية ديال البزار شوية ديال الملحة وكذلك شوية ديال التحمير غدين نحركهم زيان وغدين نخليهم محت شوية اما يبدو كينزلو وعاد غدين نضيف لهم الصدر ديال الدجاج وغدين نحركهم كاملين ونخليهم حتى يطيبو ثم نضيف لهم ثم نضيف لهم الزيتون وكذلك الكورنيشو وغدين نحركهم جيدا ونخليهم حتى يبردو تماما باش ندوز نشكل بهم لكخب ثم بردت الحشوة فادي ناخد كورة ديال العجين فكما تشوفوا العجينة كالجيسة اهلا باش نطلقها بدلق هدي نحاولوا العجينة تكون رقيقة باش ميجيش جيش الحباء ديال الكخب تقيلة شي شوية فادي نوضع فيها الحشوة وكذلك الفرماج نوضع نصف الشريحة وغدين نضغط عليها مزيان ونصدها بجرارة فادي نستمر على هات الشكل حتى نكمل الكمية اللي عندي وعاد غدين ندوز باش نبدأ كنطيبهم موسيقى من بعدما نسالة الحشو فادي نبدا نطيبهم في المقلعة سخونة ولكن نردوا البال لانه مضغيه كيت تحرقوا فما ياخذوش بزاف ديال الوقت فادي نستمر احسان ونكمل الكمية التي لديها ونطلقها من بعد وهذا هو ملك خب فكما ترون سهلين وصدقوني أن العجينة تأتي ارتبة وكذلك لا تأتي معجنة فأنتمنى تجربوهم وبصحة وراحة